مصير الآن بموضوع آخر أكد اليوم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن الجزائرات عملوا على توفير الرعاية الصحية اللازمة لفئة كبار السن مشيرا على هامش يوم دراسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن تحت شعار آفاق رعاية فئة كبار السن نحو مستقبل أفضل إلى أن المجلس يدعو إلى بناء مستشفى خاص بفئة كبار السن في المستقبل التغطية لإيمان طبيعي أهم المقترحات هي التالية أن الحق في الصحة هو حق عام لكل الناس ولكن يظهر بشكل أساسي وأكثر بالنسبة لكبار السن أمر طبيعي صح هذا الجانب الأول حق في الصحة بوجه عام نحاول كيف نوفر هذا الحق الجانب الثاني وهو أن الصحة المتخصصة لكبار السن إذن لابد هناك من تخصصات قد نصل يوم الماء إلى مستشفى كبار السن ثم أننا نحتفل أيضا مع الأمم المتحدة التي خصصت هذه السنة يوم كبار السن للنساء المسنات ومدى مساهمتهن وعدم تهميشهن